كنوا دراستها كنوا دراستها أعتقد أننا تجاوزنا هذا الأمر فالإصلاحيين ماذا سيعدون؟ ماذا سيقدمون من وعود للمتظاهرين؟ هل هي حريات؟ وإن وعدوهم بالحريات هل سيفون بها؟ وحتى المتظاهرين ليس لديهم وظائف وليس هناك عمل ولا مال فماذا سيقدمون كحل للفقر المنتشر في كل أنحاء إيران؟ نعم بعيدا عن وساطة الإصلاحيين وأي كان الوسيط الحقيقي مجرد مسألة الحوار المتداولة الآن هل هي مقبولة بالنسبة للمتظاهرين أو بالنسبة للمعارضين الإيرانيين؟ سأضعها بمفهوم اقتصادي هناك خمس إلى ست ملايين وظيفة مقنعة أعني بذلك هي وظائف وليست إنتاجية ربما شخص لا لختم الأوراق لختم ورقة واحدة مرين عبر أربع مكاتب وهذا ما قاموا به على مدى 43 سنة خمس إلى ست مليون وظيفة مقنعة هناك ثلاث زيوس وهناك عدد كبير من الوكالات الاستخباراتية نعم ربما فقدنا الاتصال مع سيد باباكي ماميان الخبير في الشؤون الإيرانية نحاول العودة إليه مرة أخرى لمناقشة كل هذه التطورات الإيرانية هناك على ما يبدو أزمة بين النظام أو داخل النظام الإيراني اتهام من قبل رئيس نقل على لسان برلماني اتهام للبرلماني بأنه ربما يتخذ بعض الإجراءات التي تبعاتها لا تطاق بالنسبة لنظام الإيراني نعود على ما يبدو لسيد باباكي ماميان مرة أخرى لمناقشة ما كنا نتحدث عنه سيد باباك تسمعون الآن لا أعتقد أني أسمع سيد باباك نعم سيد باباك إذن نقل عن برلماني إيراني بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقول أن البرلمان الإيراني ربما اتخذ بعض الإجراءات التي تبعاتها ستكون سلبية على النظام إلى أي حد تعتقد بأنه ثمت الآن خلاف داخل النظام الإيراني هناك محاولات من أطراف لتحميل طرف آخر مسؤولية ما يرجي الآن من مظاهرات سبب قيامهم بذلك سأعود إلى نقطة إلى الوراء وهي عدم وجود حلول لمشكلاتهم الاقتصادية خمسة إلى ست مليون وظيفة مقنعة فليس لديهم المال الآن حتى للدفع لهؤلاء الأتباع المسؤولين في النظام الآن يتسارعون في بينهم لأنه لم يعد لديهم المال لأتباعهم مثل شرطة الأخلاق لدينا الحرس الطوري والجيش الاعتيادي والبسيج ثلاث جيوز بالطبع المسؤولين في النظام يتسارعون ويلومون بعضهم بعضا على الإفلاس الاقتصادي الذي يعاني منه إيران الآن نعم هل هذا الخلاف الصامت الذي على ما يبدو الآن يتضح أكثر بين السلطات الإيرانية بين الحكومة والبرلمان الآن هل هو خلاف جدي على تحميل طرف معين المسؤولية أم أنها في الأخير نتحدث عن نظام موحد سأجيبك مرة ثانية بأرقام لخلق وظيفة منتجة في أوروبا أو أمريكا كلفتها مليون دولار أما إيجاد هذه الفرصة في الشرق الأوسط مائة ألف أي عشرة بالمئة النظام على مدى 30 سنة كان لديه 2 تريليون من عوائد النفط على مدى 43 سنة لكنهم أساءوا إدارة هذا المال وإنفاقه في وضعه بوظائف مقنعة وغير بناءة والآن الحجج التي نسمعها واللوم هذا لهدر 2 تريليون من عوائد النفط نعم وباحتبارك سيد باباك تتحدث عن الاقتصاد على ما يبدو حتى النظام الإيراني يفسر هذه الأزمة أو يقرأ هذه الأزمة من ناحية اقتصادية فقط المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيرانية يقول لنا الحكومة البرلمان اتفق على أن أفضل طريقة لإنهاء هذه الاحتجاجات هو حل بعض الأزمات الاقتصادية مرة أخرى النظام ينظر من وجهة أو من اتجاه اقتصادي فقط لهذه المظاهرات هل فعلا بعض الإصلاحات الاقتصادية ستكون كافية لإخماد المظاهرات أو إنهاء المظاهرات أتفق معك أن جزء من المشكلات وجزء كبير منها هو اقتصادي إلا أن هناك مسألة الحريات الشعب يريد حرياته والنظام كان يعيدهم منذ السابق بأنه سيحسن الاقتصاد وسيعطيهم حريات إلا أنهم خلال 43 سنة قاموا بالعكس وضعوا عليهم ضغوط أكثر وجعلوهم أشد فقرا والبرلمانيين وحديثهم لا يعني أن لديهم حلول لو كان بوسعهم ذلك كانوا قاموا به خلال السنوات هذه التي مرت هذه نهاية الطريق للنظام لابد أن يرحل وما من حل آخر شكرا رزيلا لك من لندن كنت معنا باباك إماميان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الإيرانية والأخبار ليلة مصدر